بطلان القبض والتفتيش من أهم الدفوع في قضايا المخدرات لكن التساؤل الأهم ما هو الأساس القانوني الذي ركنت إليه فيما سوف تطرحه على المحكمة لما بتقول بطلان القبض والتفتيش مسألة تحتاج تفصيل من الناحية العملية ليه؟ لأن وقائع الضبط مختلفة وظروفها متبينة لكن الأساس القانوني الحاكم لها على اختلافها واحد القواعد التي تنظم مسألة القبض والتفتيش والتلبس استناداً لإذن قضائي مسبب هي قواعد واحدة طيب الصورة الأولى حينما نكون أمام إذن أصدرته النيابة العامة أو السلطة القضائية التي تباشر التحقيق لأن قد تكون النيابة العامة وقد يكون قاضي التحقيق وفقاً للقانون لابد أن يكون هذا الإذن مسبوكاً بتحريات جدية ولذلك بنجد الدفع الأول أمام المحاكم بيكون بطلان إذن النيابة العامة لصدوره استناداً أو بناءاً على تحريات غير جدية طيب المسألة الأولى هل هذا دفع جوهري ولا دفع موضوعي وما الفارق بين الدفع الجوهري والدفع الموضوع الدفع الجوهري هو الدفع الذي يتعين على المحكمة أن تعرض له في مدونات حكمها إراداً ورداً يعني لازم المحكمة مدام سيادتك أصرت هذا الدفع لازم المحكمة وهي بتصدر حكمها وتسبب الحكم أن تعرض لهذا الدفع يبقى إذن المسألة الأولى إن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره استناداً إلى تحريات غير جدية هو دفع جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض فيه إراداً ورداً طب لو ما عرضتش فيه إراداً ورداً يبقى الحكم هنا مشهوب بالكسور المبطل يبقى ثاني لو سيادتك أصرت هذا الدفع في مرافعتك وصدر الحكم بإدانة المتهمة وجيت بقى تكتب له طعن بالنق أول مسألة يجب أنك تلتفت لها هل هذا الدفع الذي أصرته؟ المحكمة ردت عليه في حكمها ولا لأ؟ فلو المحكمة سكتت عن الرد في حكمها يبقى أول ناعي تكتبه هو الكسور في التزبيع طيب ده كان من حيث تكييف الدفع وإنه دفع جوهري لكن ناخد بالنا من نقطة مهمة جداً وهو تأدير جدية التحريات مسألة موضوعية بيستكل بيها قادر الموضوع يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا المحكمة اطمأنط لجدية التحريات فلا معقب عليها من محكمة النق في خصوص اطمئنانها أمين إمتى محكمة النق تراكب هذا؟ هنا بقى يكون دورك ما تروحش قدام المحكمة وتقول ودفع الحاضر ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره استناداً إلى تحريات غير جدية وتسكن ومن تعمل إيه؟ عليك أن تدلل بعناصر واضحة على عدم جدية التحريات طب ليه الكلام ده؟ عشان تكبر المحكمة إنها تعرض لعناصر عدم الجدية اللي حضرتك أثرتها في دفاعك عشان ردها في الحالة دي هيكون خاضع لرقابة محكمة النق عايز أفكركم إن الفيديو ده جزء من سلسلة من الفيديوهات اللي بدأتها على القناة بتكلم فيها في أهم الدفوع في قضايا المخدرات وبعرضها بشكل تفصيلي وفي قائمة تشغيل كاملة اتكلمت فيها عن الدفوع في قضايا المخدرات ومحضر التحريات لازم تشوفوها بعد الفيديو ده نرجع لموضوعنا المسألة الثانية في شأن التدليل على عدم جدية التحريات في بعض الأوقات بيكون اسم المتحرع عنه اللي هو المأزوم بتفتيشه في الحقيقة مختلف عن اسمه الذي أثبته الضابط مجر التحريات بنيجي قدام المحكمة وبنقول إن المتهم إلماس الأمام المحكمة من واقع بطاقته الشخصية اسمه مخالف للإسم الوارد بمحضر التحريات وإن الضابط مجر التحريات قال إن اسمه كذا كذا وإسمه في البطاقة الشخصية كذا 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 إن الإسمين مخالفين لبعض وطبعا محضر التحريات هو اللي بناءنا عليه صدر إذن النيابة العامة كل الكلام ده كويس ولكن صياغته صياغة خاطئة ليه؟ بتجعل منه دفع موضوعي طيب إزاي نحوله لدفع جوهري ببساطة ما تروحش تقول إن فيه خطأ في اسمه المتحر عنه بدليل وجود اختلاف بين اسمه في محضر التحريات وبطاقته الشخصية وإن دل على شيء إنما يدل على إن الضابط مجر التحريات لم يكن بتحريات جدية ده هنا دفع موضوعي عشان نحوله لدفع جوهري بنغير الصياغة ونقول والحاضر دفع بأن المتهم الحاضر أمام المحكمة ليس هو المعنية بالاتهام فرق الصياغة بين الاتنين دول فرق كبير جدا أنت بتقول هنا إن الحاضر أمام المحكمة واللي بيتم محاكمته ليس هو الشخص الذي كان محلا للتحريات يعني بتقول لهم إن ده واحد تاني خالص ولا محالة للإذن الذي صدر بناء عليه ليه؟ لأن كثير من محاضر التحريات التي تصدر الإذن استنادا إليها بتمطوي على مخالفات واختلافات بين اسم المتحرع عنه السابت في المحضر واسمه في الحقيقة وده طبقا لقضاء محكمة النق الذي استقر على أن الدفع بوجود خطأ في اسم المتهم في محضر التحريات وما هو سابت في تحقيق شخصيته هو دفع موضوعي ولا يستأهل ردا صريحا من المحكمة يعني هو دفع غير منتق لكن لما تيجي سيادتك تقول كما قالت محكمة النق أن المتهم الحاضر ليس هو المعني بالاتهام بدلالة أن الاسم السابت في محضر التحريات يخالف الاسم السابت له في بطاقة تحقيقه الشخصية فهذا دفع جوهري يتعين على المحكمة أن تحقق فيه بلوغا لغاية الأمر منه هنا في الحالة دي بيكون دفع جوهري تتقيد المحكمة في حكمها أن تعرض له إيرادا وردا وإن ردت المحكمة رد غير منضبط يكون ذلك وجه من أوجه النعي على هذا الحكم بالكسور المبطل له طيب يعني إيه رد غير منضبط في كتير من الأوقات بيكون رد المحكمة على هذا الدفع أن المحكمة مطمئنة لجدية التحريات ولكن قد تتزيد المحكمة بالأسباب التي جعلتها تطمئن لجدية التحريات فبتيجي المحكمة وتقول وأما عن الدفع الذي أصاره دفاع المتهم بشأن عدم جدية التحريات فمرضود عليه بأن السابتة من تنفيذ الإذن قد أصفر عن ضبط المادة المخدرة بما يؤكد أن التحريات التي أجراها الشاهد الأول وهو ضابط الواقعة كانت جدية مش الراجل خد الإذن وروحنا فتشنا وإلقينا المادة المخدرة بالفعل يبقى التحريات جدية ولا مش جدية؟ جدية جد بقى محكمة النق وهدمت كل ده وقالت إن هذا الرد مشوب بالقصور المبتل ومش بس كده والفساد في الاستدلاء طب ليه؟ مع أن كلام المحكمة ممكن يكون منطقي قال لك لأن شرط صحة إذن النيابة العامة الصادر بالأبد والتفتيش أن يكون مسبوكا بتحريات جدية أما ضبط المخدر فهو عنصر لاحق على صحة الإجراءات السابقة عليه ولذلك المحكمة لم تكتفي بقول أن هذا الحكم مشوب بالقصور المبتل فقط بل أيضا الفساد في الاستدلاء وهنا دي قعدة مهمة جدا وهي أن العبرة في صحة الإجراءات الجنائية هي بمقدماتها وليست بنتائجها لذلك لما المحكمة تيجي ترد وقد أثرت هذا الدفع بشأن عدم جدية التحريات بأن ضبط المخدر يؤكد على جدية التحريات تكتب على طول أول وجه من أوجه الناعي القصور في التسبيب والفساد في الاستدلاء وتقول فيه أن دفاع الطاعن قد أصار دفعا جوهريا حاصله بطلان إذن النيابة العامة لصدوره استنادا إلى تحريات غير جدية وقد أطرحته المحكمة بقول أن السابتة أن تنفيذ الإذن قد أصفر عن ضبط المادة المخدرة بما يعني أن التحريات التي أجراها شاهد الإثبات مجرد تحريات كانت تحريات جدية ولما كان ذلك وكان من المكرر أن العبرة في صحة الإجراءات هي بمقدماتها وليست بنتائجها وكان ضبط المخدر عنصرا لاحقا على إذن النيابة وعلى تلك التحريات المنعية عليها بعدم الجدية وكان شرط صحة الإذن أن يكون مسبوكا بتحريات جدية فإنما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من الاستدلال بضبط المخدر وهو عنصر لاحق على التحريات وعلى صحة الإذن السابقة عليه يكون مشوبا فوق قصوره بالفساد في الاستدلال وده كان دفع غاية في الأهمية بالنسبة لقضايا المخدرات وفي الآخر ما تنساش تعمل إعجاب بالفيديو وتشترك في القناة واكتب لنا في التعليقات تحب الفيديو الجاي يكون عن إيه سلام